أكيد كنت أصحاب مع كداما الكوة لأنه أنا وقت البلشت بالصحافة بداية الثمانينات كنت هل دي البيئة هاي دي بيئتي بس ليش استثنيت سامير جعجع لأنه وقت البلشت لأسم دكتور جعجع يعني بعد انتفاضة أول انتفاضة بأدار 85 يمكن شفت أنه صار فيه مسارة القوات فاتت بلعبة السلطة يعني قوم لأعود مطرحك ما عادت تاني له وهو كان أول انتفاضة هو عمله بس ما كان الحالو كان معه قليح بيئة وقريبة قليلة من أول انتفاضة أنا ما عادت قريبة من القوات يعني أخدت مسافة عندك مشكلة شخصية معه أو عابي شخصه؟ لا أبدا بس أنه ما قلتلك أنا بالنسبة إلي ما عادت تاني يعني كل اللي كان قبل كنا آمنين فيه الواحد بيتطور أو بيرجع على وراء ما بعرف حسب كل واحد بيلاقيه مثل ما بده بس أنه كانت بالأول جاية بشي ومن دفعه وحمسه ما عنديك شيء شخصية معه لا أبدا شو بدي يكون بس ما بعدين الخمسة وثمانين بعدين ستة وثمانين عمل انتفاضة تانية ما معت بعدين صاروا وقت استلموا هن المنطقة الشرقية ما كان يسمى بالمنطقة الشرقية ما كانت حب طريقته ولي حتى طلع ميشيل عون وقته بيّن ليش الناس حبت ميشيل عون سألت لأنه كان بده تبعد عن القوات ميليشيا بتاع تبريون كانوا؟ بوقتها إيه هلا لا بس بوقتها إيه القوات ميليشيا برأيك؟ إيه بوقتها إيه أكيد كانت ميليشيا عم بحكيك بأخر تمانينات ويقال أنه ميشيل عون حول الجيش لميليشيا كمان هاي أول مرة بسمعه أنا حارب التحرير؟ لا كان الجيش عم بحارب بأخذ القرار؟ إيه بس حيدا كان الجيش عم بحارب بس بقرار شخصي منه؟ طب احترنا هلا مين بتجيخد القرار يعني؟